هذا الشرط ثالث كما قلنا وهو قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه وحل عندنا أربعة أشياء تقطع من الذبيحة الحلقوم وهو مجرى النفس المريء مجرى الطعام والودجان وهذان الوتران مجرى الدم إذن عندنا حلقوم ومريء وودجان أربعة إذا قطعت هذه الأربعة حلال والقاطع مسلم بآلة تجوز خلاص هذا حلال إذن قطع الودجين والحلقوم والمريء المذهب مذهب أحمد أهم شيء الحلقوم والمريء والودجان يستحب قطعهما مع أن الحلقوم والمريء لا ينهيران الدم وإنما الذين ينهروا الدم الودجان هما مجراء الدم فهما الذين ينهيران الدم على المذهب الحلقوم والمريء أهم شيء ولو قطع بعضهما يعني ما أزالها كلها قطع بعضها الموت سببت في موته جاز وحل وبعض أهل العلم يشترطوا أحد الودجين أحد الودجين بحيث أنه أساس ينتهي من انهار الدم طيب لو جاء وقطع الرأس كله يعني الشيف حاد مثل ضربه ضرب واحد قطع الرأس كله فهذا يحل لماذا أنه قطع الودجين والمريء والحلقوم فهذا جاز في هذه الحال قال ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت كما قلنا قبل قليل بصة الجارية التي لكعب بن مالك وقامت وذبحت الشاء بالحجر طيب ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع هذا مثل يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم فأي شيء يذكى من هذه قبل موته فإنه يكون حلالا قال وما صيد بشبكة أو فخ طيب أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفي حياة مستقرة كتحريك يدها ورجلها وطرف عينه يعني لو جئت لي طير في فخ أو في شبكة أو غزال في فخ أو شبكة أو مصاب أي شيء الموم جئته وما زالت فيه حياة مستقرة مو يفاقق يعني يلفظ أنفاسه لا حياة مستقرة ما زال حياة مستقرة فذكيته وكسان حلالا أما إذا لم تكن حياته مستقرة فلا يجوز يعني لا يحله الذبح ولا ينفع معه قال وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمه يعني جيت لحيوان مصارين كلها بره كل المصارين بره يعني يفاقق كما قلنا يعني يلفظ أنفاسه ثم جاء وذكاه ما تصح الذكاه ما تفعل شيء لأنه ميت أصلا يعتبر ميت كلها لحظات يعني نعم يقول لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده وقبل قطع المريء لم يضر يعني أحيانا يكون الذابح ضعيفا يعني ما يتعب خاصة بقرة مثلا أو ثور يعني حيوان قوي مثلا ما يقدر يذبح يعني فهو يحتعب أرفع يده ورد ما في باس ما يضر هذا الأمر أو تكون الآلة غير حادة حيل يعني السكين حادة بس مو بالحيل يعني أخف حدة فهنا لا بس كذلك لو رفع ورزل ما يعتبر أنه يعني ميتة ما تعتبر ميتة طيب قال وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي مكان يعني هذه الحيوانات يعني اللي هي التي تعقر هذا العقر يسمى سقط بعير مثلا في بئر شي طلع هذا ما رح نطلع للميت حرام طيب ويطلع ميت ما نأكله نستيد منه فيضرب في فخذه يسال الدم من أي مكان من جسري بحيث نقدر نوصل له قبل ما يموت هذا يعتبر تذكية لأن هذه ضرورة هنا هنا تذكية ضرورة في مثل هذه الحال نعم في أي محل كان نعم